طبعاً بنتكلم عن مسجد المعيني أو جامع المعيني بالأضاق لأنه كان مدرسة إسلامية في فترة من الفترات وكان بيجمع المزاهب الأربعة بالإضافة للأسوفية كتعليم ديني أو كمدرسة شرعية طبعاً الجامع ما كانش بالصورة اللي احنا شايفينها دي المسجد كان حواليه خالي معدى سوق الرز في الجهة الشرقية الجهة اللي خلفنا على طول أو خلف القبلة الموجودة سوق الأرز كان يشمل عدة وكائل وكانت الوكالة اللي هي خلفنا مباشرة اللي كانت تسمى وكالة فراج كانت هي وكالة المعيني اللي هي خلفنا مباشرة أو أمام مقام الشيخ المعيني مباشرة وجنبها الزقاء الدايئ اللي هو مسدود حالياً سد حالياً ده كان ملك الشيخ المعيني أيضاً الزقاء اللي بيوصل على الشارع الأعظم أو الشرق باصل اللي كانت وكالة دي كانت وكالة أرز اللي هي وكالة المعيني وملكه اللي هي تسمى وكالة فراج بعد كده فيه وكالة تانية اللي هي وكالة كانت اللي هي المسجد المعلق اللي هو مكان محل العطور اللي ورانا ده كانت تسمى وكالة الكارمي وكانت أخذ من محل العطور لغاية المدرسة التبشرية اللي هي مكانها بيت العمدة حالياً دي كانت وكالة الكارمي وكانت أيضاً وكالة رز بالإضافة إلى التوابل والبهارات فيه عندنا كان فيه وكالة تانية كلين عارفنا اللي هي الخان اللي فضل مغلق اللي حضره أبقنا وشافوه مهجور اللي كان ساكن في ظهره الشيخ كرد فيه عندنا وكالة تانية اللي هي كانت مكان المدرستين اللي هو عمر مكرم والمدرسة اللي هي الجلاء لما خلفهم لغاية بيت اللي هو البيت اللي تهدى حالياً بيت كيسيبة وده كان أصر مصطفى جورباجي والد ومياط فعادي محمد علي اللي هي مكان بيت كيسيبة كان خلف بيت كيسيبة على طول أمام مدرستي اللوزي البتين أو التلاتة اللي جانب بعض لأمينهم أم النور دي كان جمرك الخمس جمرك الحكومي الرسمي لدميان اللي كان بيطلق عليه الخمس السعيد الجانب الآخر من قدام العسكرية لغاية قهوة جوهر ده ده المحيط اللي قدامنا أما المحيط اللي فيه الجامع نفسه فكان من الشارع اللي هو شارع جورباجي أو امتداد شارع السعيد الأول اللي هو المطلين عليه جهة الجهة الإبلية اللي هو بينه وبين عمر مكرم لغاية الخان اللي قلنا عليه اللي هو وراء عطى نصر المنطقة دي كلها دي من الجهة الإبلية للجهة البحرية أما الجهة الشرقية الشرع الأعظم لغاية الشرع الأعظم كان ملك الشيخ المعيني لغاية اللي هو الخليج كان فيه فرع من الخليج اللي هو مكان قدام بين الجراش قامش وبين الشنشن موبيليات شنشن ده المستطيل اللي كان بيمثل الوقف وقف المدرسة المعينية كان يدي المدرسة المعينية ودي الأروقة اللي احنا شايفينها اللي هي كانت متقسمة على أربع أروقة للمذاهب الأربعة دي المدرسة المعينية قبل ما تتحول لمدرسة أهلية اللي هي المدرسة الخلع اللي وراء اللي هو مول عيسى تحولت لمدرسة أهلية وبعدين تحولت لنظامية وتضافت للحكومة بعد ما كانت بتاخد دعم حكومي تحولت لمدرسة نظامية إنما اللي احنا فيه ده كان المدرسة أساسة أما قصة بقى صاحب المدرس الشيخ معين الدين يطلق عليه معين الدين الفرسكوري طبعا لأنه نشأته أو ولادته كانت بفرسكور وفرسكور كانت تابعة لدميات وريف دوميات أو مراكز دوميات وقراها لم تكن منفصلة عن دوميات نفسها كمدينة وكانت بتمثل استكمال إقليم دوميات لأن دوميات فيه مدينة وفيه إقليم الإقليم طبعا لو هنتكلم الإقليم مدى واسع من بيلوز حتى حدود رشيد المدى واسع للإقليم اللي هو بنتطلق عليه شمال شارق الدلت طبعا الشيخ معين الدين كما يقال عليه أو السيرة اللي أنا كتبتها عنه وعدة كتب تكلمت عنه أنه كان شخص فقير جدا للغاية ولكن عمل بالسوق وتدرج حتى صار سريا وأصاب بالمرض في نهايات أيامه وانتقع وتغير لون جلده وأصبح لا يعرف لونه الحقيقي ويعني كان متورم وكان الشيء من البهاق أعتقد كان البهاق فكان مشوه وعانى في نهاية حياته لكنه رصد أمواله كوقف أهلي هذا ما قاله فيه فيه نقطة في المسألة دي عشان نكون واضحين عشان نفرق بين التاريخ والأسطورة أولا هو شعب البلد أو العامة ينفرون من مسألة السراء أن يصبح سريا واحد منهم فلذلك تطارده الإشاعات دي معروفة عن شعب زي ما هو معروفة عن شعب مصر تماما أنه لا يحترم الملك الذي يخرج منه يعني يحترم الملك طالما جاي غريب ومقدس وفيه فجوة ما بينه وبينه وفيه احترامات وفيه ظلم وفيه غشم لكن لو خرج واحد منه زي مثلا أحمس الثاني المطلقة ليه أحمس أمازيس كلام ده تلاقيهم بيستنكروا وينفروا منه ويصيروا الإشاعات حواليه لغاية ما يفرد عدلته ويفرد طبيعته ويصارحه وهو ده اللي كان عمله أحمس على نفس المثال ممكن يكون ما صدر ضد الشيخ محمد معين الدين الفراسكوري مجرد إشاعات قيل أيضا مسألة أنه وجد كنز تحت الطحون واستثمروا وكذا كانت الكنوز في هذه الفترة حلال لمن يجدها احنا بنتكلم في فترة فترة مملوكية حتى في منتصف العهد المملوكي فهذا لا يعيبه أنه وجد كنزا أو لم يصرق دي مسألة كمان حتى لضحض أن المسألة لها وزن كبير المسألة أنه حتى لو لقى لقية فهي ملكه في طحون خاص به أما مسألة هذا لا يشكك في مقدار هذا العمل العظيم اللي أوجده طبعا هذه المساحة تخطفت من الأهالي ولذلك يعتبر هذا الوقف من أول أوقاف التي أصير حولها الجدل والهرج وقوة الناس فيها وتخطفت وسرقت وحتى الآن نتحدث في هذا الأمر